بمعزل عن الانظار تتعرض مدرية الوازعية غربي محافظة تعز للعديد من الجرائم والانتهاكات ضد الانسانية بعد السيطرة عليها من قبل الميليشيا خلال اليومين الماضيين تقول المعلومات الواردة من هناك ان الميليشيات تمارس حملات اعتقال وهدم للمنازل وتشريد بحق ابناء المدرية وان الاف المدنيين شردوا في العراء هربا من القصف على قراهم انتهاكات دفعت بالعديد من الناشطين والصحفيين الى توجيه نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحكومة والتحالف العربي تحت عنوان انقذ الوازعية مطالبين الحكومة القيام بمسؤوليتها لوقف الانتهاكات وانقاذ المدنيين وتقديم الدعم العسكري اللازم للمقاومة الشعبية تحتل مدرية الوازعية اهمية استراتيجية في خارطة الصراع كونها تعد منفذا باتجاه المحافظات الجنوبية الامر الذي جعل البعض يرى في استماتة الميليشيا للسيطرة عليها على انه محاولة في ارباك استعدادات الجيش والمقاومة الشعبية في الجبهة الشمالية التي تسعى الى التقدم باتجاه العاصمة صنعاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة